اشتركوا في القناة وما تزال في القلوب خفقات صف وحنان وفي كل مكان تشم عطر المودة وعبق الايمان منذ الاف السنين كانت البريمي امل عابري الصحراء ومظلة من تلحفهم الرمضاء وتحرقهم بشواضها ورمالها اللاهبة القاسية كان التجار والمغامرون والرحالة المكتشفون يصلون اليها وقد جفت حلوقهم والهكتهم الرحلة فيجدون في هذه الواحة همومة راحمة تمد يد العون لللهفان والماء للضمآن وتلف الجميع بالسكينة والامان وتبرد قلوبهم ونفوسهم بالكرم والحنان ثم دار الزمان وان لهذا القلب الوفي المعطاء ان ينال ما يستحق من عناية ورعاية وان يأخذ حقه من التنمية وان تتاح له فرص التقدم في جميع المجالات العلمية والأدبية والفنية وفي نواحي الصناعة والتجارة بجانب الزراعة التي نالت نصيبها الأوفى في هذه المنطقة الخضراء اليانعة القلاع في عمان ليست مجرد حصون انها ديوان المجد وتاريخ الحضارة ودليل الأصالة ورمز العزة والإباء وبطاقة التعارف بما كان في قديم الزمان وقد دعا إلى بناء الحصون في العصور الوسطى ما كان يشيع في تلك العصور من خصومات وتشاحنات تدعو إلى القتال وتشيع جو الخلق والاضطراب وكانت تقوم بوظيفة المساكن والمتاريس وكانت تراعى في اختيار الحصول شروط كثيرة أهمها العلو والارتفاع ليكون مدى البصر منها عظيم الاتساع فننتبه لزحف الأعداء في وقت مبكر وأبواب القلاع والنوافذ والجدران عليها نقوش بديع تدل على الذوق الرفيع والفن الجميل وتدل القلاع على حضارة عريقة في البناء والمعمار والعمانيون عرب تحذروا من قبائل قحطان التي قدمت من جنوب الجزيرة وقبائل القيسية أو النزارية التي جاءت من الشمال والجمل سفينة الصحراء يتحمل الجوع والعطش ويكتفي بالقليل من النباتات ويصبر على العواصف وأقصى الظروف ويحمل في سنامه احتياطيا هائلا من الدهون يستخدمه في فترات الصيام التي يضطر إليها طرالا وهو كالعربي وفي وصبور وشجاع لكنه إذا غضب ثار لكرامته في عنف وكبريان وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل الامتنان فضل الجمل وحسن عشرته ومعاونته للإنسان وعدم قبوله الضيم والذل ومع ذلك سهل القياد صبور على الجهاد فقال عليه الصلاة والسلام المؤمن المؤمن هين لي كالجمل الأنف إن انقيد القاد وإن أنيخ على صخرة استناخ والجمل يقدم للعربي الطعام والثياب والمسكن ووسيلة الانتقال وهو بحق صديق السراء والضراء وسفينة الصحراء وللجمل مكانة عظيمة في المعلقات السبع والشعر الجاهلي وما بعده حتى أنهم ينسبون أوزان الشعر وبحوره إلى خطوات الجمل وخلف قوقعة الرمال القاسية المجدبة تبدو واحة البريمي جنة خضراء يانعة الثمار ندية الأوراق والأرض المعطاه الخصبة تمنح المواطنين أنواع الفاكهة والثمار والنخيل ويستخدم المزارعون أحدث وسائل الري والصرف ورش الأسمدة وزرع مساحات شاسعة من القط طعام الماشية وهو يستهلك محليا كما يصدر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة المتاخمة للمنطقة كما تنمو أشجار الليمون وقصب السكر وتقع ولاية البريمي فالطرف الغربي من سلطنة عمان وحدودها مرتبطة بإمارة أبو ظبي وعدد سكانها واحد وعشرون ألف نسمة والقرى التابعة لها هي السنينة وحفيت والرابي والجبل والواسط وكنتة والفياض وغانجران والدقيق ومصنبر والهرموزي والحريم والسكودي وقرية والجابل ومعظم الأهالي يشتغلون بالزراعات والوظائف الحكومية وأهم المنتجات الزراعية هي الخضروات كالطماطم والبصل والفجل والبطاطس والملفوف وكذلك البرسيم والشعير وأكثر مزرعات الولاية انتشارا هي أشجار النخيل والليمون الحامض والحلو وأشجار الأنبى وأشهر الأفلاج فلج لبريمي وفلج صحراء إذا أتت بطفلها دائج تسهيل المرور بحجة أنه لم يضع في جوان سفرها أو سفر والده الوالي يقف على رأس الجهاز الإداري بالواحة الخضراء وهو المسؤول عن تطور البريمي وأمنها واستقرارها وهو يرأس لجنة توزيع الأراضي وغيرها من اللجان ويشترك المسؤولون في هذه اللجان مع عدد من الشيوخ وهو يفسح صدره للمناقشات ويعمل على استفاء حاجات المنطقة من المدارس والمستشفيات والطرق والمياه والسوق والضمان الاجتماعي وصرف البذور والأسمدة والمكائن وغير ذلك مما تحتاج إليه المنطقة وفي جو أسري يفيض بالمودة والمحبة تحل المشكلات وتناقش الآراء ويساهم الجميع في خدمة الوطن وحمايته وتنميته وتوجد بولاية البريمي مدرسة ثانوية للبنين هي مدرسة عزان بن قيس ومدرسة ثانوية للبنات هي مدرسة جميلة بحيرت كما توجد مدارس ابتدائية في حفيث والسنينة والفياض والواسط وكنتة والجبل والرابي ومجموع الطلبة ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون منهم مئة وإحدى عشرة طالبة في الثانوية وتسعمائة وإحدى وثلاثين طالبة في الابتدائية والإعدادية مفروض أي مشكلة من مشكلاتك تلجأ إلى المسكبة وتسأل عن حل لهذه المشكلة كيف تدرسل بروسك موظف بهذا الكتاب والأمثلة كثيرة يعني مثلا أنا جاءت في الثامن هنا كتاب اسم الكهرباء والمدرسة هي المنارة الهادية وراسمة الطريق المشرق لأجال المستقبل نحو النور والحضارة وهي لم تعد أداة تلقين ولا هي تنتهي مهمتها ومسؤوليتها بعد الامتحانات إنما هي حياة مستمرة دافئة وتساهم في تنشئة الأبناء وتوجيه طاقاتهم وقدراتهم إلى النشاط البناء الذي يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة وهكذا تتحول المدارس إلى مراكز إشعاع واستثمار للقدرات وصقل المواهب وحدائق لتنضية أوقات الفراغ وهنا في المدرسة يتعلم الطلب والطالبات من خلال الممارسة معاني التعاون والألفة والمشاركة في تحقيق الأهداف النبيلة مثل احترام القوانين ومعرفة الفقوق والواجبات وعطع الفرصة للهوايات المتعددة والألعاب المسلئة كما تعمل المدرسة على تشجيع المواهب في الرسم والتنفيل والقراءة والموسيقى كما يتعلم أصول البحث والدراسة وتنمو مواهبه في كتابة القصة والمقال والشعر والمسرحية ويسير نحو العلم والافتكار ليكون في الغد مكتشفا أو مخترعا يساهم في خدمة البشرية في مجالات الطب والهندسة وعلوم الفضاء موسيقى والمدرسة تزود البنت بالمعارف والعلوم وتهيؤها لتكون قوة فعالة تساهم في مواصلة المسيرة الرائعة وفي نفس الوقت تعد البنت لتكون ربة بيت مخلصة وأم طيبة وزوجة دكية مدبرة وفي مدرسة جميلة بحريد البنات اتجهت عدسة البرنامج الى التعليم التقني والاقتصاد المنزلي الى بنت عمان وهي تتعلم العلوم والمعارف والخلق القويم والايمان السليم هنا نجد بناتنا متحمسات للخدمة العامة في نظام وتعاون واعتماد على النفس وسعي لمساعدة الناس في كل حين كما نجد حسن استخدام خامات البيئة في ابداعا فني جميل نسجل الحاجات دي علشان نقدر نعمل مقناة بين القراءات اللي انت بتقرأيها وطالبات البريمي يضعن التجربة العلمية ويشاركن في اعداد الوسائل التعليمية ان هذا الاسلوب لا يجعل الدارسة مجرد مستمعة تتلقى المعلومات وتحفظها بل هي تشارك بحاسة اللمس والسمع والبصر لفهم الجهاز الهضمي والتنفسي ولدراسة الطيور والحيوانات والنباتات والفن ليس مجرد حلية او ترف انه تربية ابداعية وتنمية للذوق والاحساس ان الفتاة التي تحس بالجمال تستطيع ان تحول البيت الى جنة ممتعة مريحة وبابسط الامكانات تحول الستائر والمفارش والادوات المتناثرة هنا وهناك الى ادوات لراحة العين وامتاع النفس والسمو بالروح وفي المدرسة تتعلم البنت الحياكة والتفصيل لتستطيع في الغد ان تصمع ثياب الابناء الصغار وان تعتمد على نفسها في الحصول على اجمل الثياب وانسبها وبناتنا يتعلمنا في المدارس التدبير المنزلي فالمرأة المدبرة تستطيع ان تنظم انفاقها فلا يتجاوز دخل الاسرة وقدراتها وان تقدم لابنائها اطعمة متنوعة الاشكال والالوان ان مدرسة جميلة بوحريد الثانوية حصلت على العديد من الجوائز وشهادات التفوق في جميع المجالات والانشطة وذلك بفضل تضافر جهود العاملين في مجال التربية والتعليم بولاية البريم عموما وهيئة التدريس بالمدرسة خاصة موسيقى 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 موسى وفي السوق التي شيدتها البلدية نجد جميع السلع التي تشبع حاجات المواطنين من طعام وشراب ولباس وادوات وهناك الادوات الفنية الدقيقة والمشغولات الشعبية اليدوية التي يفوق منها عثر الماضي التليد مثل الحروز والنطف والحناحين والعواضب والحلق والسلاسل والسيوف القديمة والبنادق الاثرية والسياج والركاب والخناجر وانطلقت عدسة البرنامج الى الثلاجة الضخم الجو هنا بارد بشكل فوق الطاقة والاحتمال فجأة انتقل من جو الخليج الدافئ الى برودة هائلة هنا تحفظ الاسماك كما يمكن ان تحفظ اللحوم والخضروات كميات هائلة من الاسماك تصل الى البوريني من جميع شواطئ عمال من صحار ومن مصقف والولاية تجد ما يسد حاجاتها والباقي وهو كثير كثير يعد للتصدير هذه هي واحة البوريني التي كانت مجرد قرية صغيرة يقصدها التجار المتجهون الى صحار ودبي وشاطئ الخليج حاملين معهم منتجاتهم من الثمر والشعير لبيعه ثم العودة اليها بالارز والملابس والسكر والشاي والبن ثم دبت الحياة الجديدة في هذا الجانب من ارض الوطن العماني تنمية وازدهارا فهناك مشروع لمد جميع انحاء الولاية بالماء النقي والمواسير وهو مشروع يتكلف تكاليف ضخمة وقد قارب على الانتهاء ومن اهم معالم النهضة الحديثة في النواحي الصحية مستشفى البوريني يقدم كل الخدمات للحوامل والاطفال ويعالج المواطنين في جميع التخصصات وبه نخبة ممتازة من الاطباء العمانيين كما توجد المراكز الصحية التي تقوم بالعلاج والتوعية الصحية وتجرى العمليات الجراحية ويلقى المرضى رعاية كاملة ان الرعاية الصحية تعني الحصول على انسان صحيح البدن والعقل السليم في الجسم السليم والمواطن السليم الجسم يستطيع ان يساهم في تنمية المجتمع وقد اصبحت المستشفيات والمراكز الصحية ووسائل العلاج الحديثة متوفرة في كل مكان بالسلطنة للوصول الى الانسان القادر على البناء وخلق الدولة المتحضرة وارسان القادر لقد صحيح البدن اشتركوا في القناة ان الفتيات العمانيات قد وجدنا امامهن كل الفرص اليوم فتدفقت امواجهن على المدارس والمعاهد وتوالى تخريج افواج المعلمات وشغلت التربية النسوية الاهتمام الاكبر وفي عام 1979 افتتحت جمعية المرأة العمانية بالبريم بعدد قليل من العضوات لا يزيد عن 45 عضوة وتضاعف العدد اليوم فزاد عدد العضوات عن المائتي عضوة واهم انشطة الجمعية في المجال الاجتماعي عمل الندوات عن التغذية الصحية المحتوية على السعرات الحرارية المناسبة والقيمة الغذائية العالية كما تساهم تلك الندوات في اعداد المرأة المدبرة الفاهمة وهناك دورات تدريبية للتفصيل والخياطة والتدريز والطهي تقوم الجمعية بتشجيع الصناعات البيئية المحلية مثل اعمال الخوص والملابس البيئية كما تقوم العضوات برحلات لمعرفة اجزاء الوطن وملامح التقدم وبجانب برامج التربية النسوية كاعمال الابرة والاشقال اليدوية والحياكة فان الامومة هي احساس اصيل في المرأة لذلك انشأت الجمعية لخدمة النساء العاملات مدرسة لحضانة الاطفال تضم سبعين طفلا وطفلا ويجد الاطفال في هذه الحضانة اللعب والمتعة والرعاية والحنان كما افتتحت الجمعية فصول محو الامية لتعليم القراءة والكتابة والحساب وتمنح الجمعية الفرصة للعلوم والفنون والمجلات الجدارية والمكتبات وتشرف على صحة وتغذية اطفال الحضانة والفنون الشعبية في الولاية تشمل الموسيقى الاقاعية والرقصات الشعبية وآحا موحا